الثامن والعشرون من أكتوبر هو يوم حافل لسكان مدينة أمجرس وإضافة قوية لوزارة الطيران المدني والأرصاد الوطني وذلك بافتتاح مطار المدينة الذي يبعد سبعة عشر كيلومترا والذي حمل اسم المشير الراحل إدريس ديبيتنو المطار يضم إحدى عشر مبنى ومدري لهبوط وإقلاع الطائرات ومساحة تقدر بخمسة وعشرون ألف متر مربع تم افتتاحه رسميا من قبل رئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو استهلت المناسبة بكلمة ترحبية تناولها حاكم ولاية إنيدي الشرقية الجنرال إسحاق ملوى جاموس وقال باسم سكان الولاية اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث الاستثنائي لأن هذا المطار الدولي يعد مركزا لتوفير الفرص الاستثمارية ليس لسكان إنيدي وحدها إنما لجميع سكان شاد والذي من خلاله يتم إنشاء العديد من المشاريع التي تأتي بالدخل لأسيما الثروة الحيوانية والحرف اليدوية والتعدين وعضف ملوى جاموس بأنهم على استعداد تام لتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية للمستثمرين أما وزير الطيران المدني والأرصاد الوطني حسين طاهر سقومي فقال إنه ولأول مرة في تاريخ البلاد يتم تصميم وبناء مطار بهذا الحجم من قبل فنيين ومهندسين وطنيين وشركات وطنية وأضاف الوزير بأن هذا هو المطار الثاني بعد مطار حسين جاموس الذي يضمن ربط البلاد بالدول المجاورة والشرق الأوسط هذا وأن مناسبة افتتاح مطار المشير دريس ديبي إتنو شهدت كلمة من رفقاء دربه في حركة بامن أساس سرد فيها الجنرال نايمان غارتوميا بعضا من مواقف وإنجازات حياة المشير وانتهت المناسبة بجورة رئيس الجمهورية رئيس الفترة الانتقالية الفريق أول محمد دريس ديبي إتنو لمباني ومدرج المطار برفقة الرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الطيران وعدد من أعضاء الحكومة الثامن والعشرون من ديسمبر الفين واثنين وعشرين هو يوم تاريخي لتشاد بشكل عام ولولاية إنادي شرق بشكل خاص إن تدشين مطار المشير إدريس ديبي إتنو في أمجرس يتماشى مع سياسة الحكومة الرامية إلى تنمية اقتصاد بلدنا كما تعلمون فإن بلادنا غنية وبها إمكانيات ضخمة ونحن أغنياء من حيث الزراعة، الثروة الحيوانية وكذلك في مجال المناجم ولكن لسوء الحظ بلادنا دولة حبيسة لذلك من المهم بناء وتطوير طرق المواصلات واليوم مع تدشين هذا المطار في أمجرس التي هي منطقة استراتيجية تبعد عن الخرطوم بأقل من ساعتين وكذلك بأقل من ساعتين عن ليبيا وثلاث ساعات عن الشرق الأوسط سيكون له تأثير إيجابي على بلادنا بشكل عام بما في ذلك الولايات الشرقية والشمالية فكما تعلمون هذه الولايات هي ولايات رعوية ولكن نظرا لأنها لا تمتلك بنية تحتية ملائمة فإن جميع بهائمنا تصدر سيرا على الأرجل إلى دول الجوار أعتقد أنه مع إنجاذ هذا المشروع خاصة وأن أمجرس من بين المناطق الاقتصادية الصناعية الخاصة التي أنشئت مؤخرة فإننا سنعمل على إنشاء سلخانات فيها ومجمعات لإنتاج الألبان ليس فقط لتنشيط الاقتصاد وإنما لخلق فرص العمل أيضا والمطار في حد ذاته سيخلق أكثر من مئة فرصة عمل فكل الطائرات سواء كانت خطوط جوية أو طائرات النقل التجاري التي تتوجه إلى دول إفريقية بإمكانها التوقف هنا والتزود بالوقود قبل مواصلة طريقها يجب أن تعلموا أنه للمرة الأولى في تاريخ بلادنا يتم بناء مطار من قبل شاديين مئة بالمئة وحتى وإن كانت إدارة المطار ستتم عبر وكالة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدى غشقر وهذا يعد أمرا طبيعيا إلا أن جميع العاملين الموجودين حاليا والذين ستتم زيادة عددهم سيكونون شاديين من كل الأنحاء لأن هذا المطار ليس ملك لولاية بعينها بل هو مطار دولي ملك لجميع الشاديين الذين يرغبون في المجيء والاستثمار هنا وأود أن أقول لكم بأننا سنواصل تطوير طرق المواصلات لأن لدينا الرغبة في بناء مطارات في جميع حواضر ولاياتنا حتى نسمح لكل ولاية بأن تحصل على مطار وهذه هي اللامركزية كما قال وزير الطيران المدني قبل قليل فيما يتعلق بالحج خصوصا إذا كانت لدينا مطارات في كل مكان في بلدنا فإن الناس لا يتكلفون مشقة المجيء إلى الجمينة من أجل الذهاب لأداء فريضة الحج ونفس الشيء بالنسبة للتجارة اليوم نستورد ونصدر عبر الجمينة فقط لأننا لا نملك مطار آخر ولكن بفضل هذه المبادرة وهذا المطار يمكن للناس أن يستوردوا ويصدروا من هذا المطار وفي الختام أشكر بكل إخلاص بنك التنمية لدول إفريقيا المركزية الشريك الممول ووزارة الطيران المدني التي تابعت تنفيذ هذا المشروع وجميع الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاز هذا المشروع المهم جدا لبلدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر